أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم وحالة جديدة من أستاذ الأهلي كل عام أنتم بخير رمضان كريم على حضراتكم إن شاء الله بكرة رمضان وبدايته إن شاء الله يكون شهر جميل كده ويكون دايما انتصارات من خلال النادي الأهلي ولكن يعني وإحنا بنتكلم على رمضان وكنا نتمنى طبعا يبقى النادي الأهلي في حالة انتصارات وسعادة لأنه هو مصدر السعادة لجمهورنا الصراحة فريق كرة القدم ومكسبه دايما باستمرار بيبقى مصدر سعادة لجمهورنا لكن هي دي كرة القدم هو دي الرياضة بشكل عام إن في مكسب وخصارة أكيد بتيجي وقته بيحصل عملية إخفاق أو بيحصل عملية خمول شوية لكن دائما الأسد زي ما بقول بيزقر مرة أخرى وده اللي احنا منتظرينه إن شاء الله من خلال فريقنا لكن خلينا أتكلم يعني على المباراة مباراة الأهلي وكان بقى فيها 2-0 أمس يمكن مباراة كانت إلى حد ما كانت سهلة وممكن تكون البعض يرى أن المنافس ضعيف ودي حقيقة ما نقدرش ننكرها لكن فيه جزء مهم جدا بيخلي الماتش يتحول رقم واحد إن انت ما يكون عندك فرصة إنك تقدر تحرز أهداف وما تحرزهاش أعتقد ده بيبقى سبب رئيسي بشكل كبير خصوان ما بتلعب على أرض الخصم وبتلعب في طولة أفريقيا الوضع مختلف طبعا بتلعب على أرض ممكن تكون مش كويسة أمام جمهور متحافز جدا مع فريقه وضد الفريق التاني فأنت بالنسبة لك لما بيبقى فيه فرص وبتبقى فيه ضربات جزاء وما بتستغلش هذه الجزئية أعتقد بيتحول المباراة ضدك دي هي ده عرف كرة الخدم فبالتالي كان قدامك فرصة شوت الأول وانت في حالتك البدنية المميزة والروح الكبيرة والروح المعنوية اللي كانت موجودة في البداية والطاقة اللي موجودة عند اللعبين إنك تحرز هدف والتاني ده كان موجود يعني اللي تابع المباراة كان هيشوف الانفراد لميدو جابر هيشوف أيضا ضربة الجزاء اللي أضعها وديد سنمان يعني ما بنجيبش لوم على الحد ولكن هي دي كرة القدم انت بالنسبة لك الهدفين دول كانوا غيروا شكل المباراة والحالة النفسية والمعنوية لفريق كامبالا اللي الشوت التاني النادي الأهلي بالحالة البدنية اللي كان فيه بالشكل اللي كان فيه وارتفاع الحالة المعنوية اللي فريق كامبالا اللي فرق بشكل كبير جدا في الشوت التاني واستغل الحالة اللي كان فيها النادي الأهلي وأحرز هدفين يعني ده هي دي كرة القدم لكن في الآخر دائما بنقول أن روح الفنينة الحمرة هي اللي بتكسب هي اللي ما تكون أنت في حالة معنوية أو حالة بدنية مش مظبوطة الحالة للروح والفنينة الحمرة وأنك تتذكر جمهورك وأنك تتذكر أن أنت راجع مصر وجمهورك حاطت أمل بشكل كبير عليك أنك تيجي بالتلات نقاط دي بتفرق كتير أنا شفت أن مبارح يمكن أن الروح دي ما كانتش موجودة وده شيء ممكن يكون غريب شوية لأن إحنا عارفين أن المباراة دي إحنا كنا محتاجينها بشكل كبير تلات نقاط كانوا مهمين جدا أنت في المباراة الأولى تعادلت على أرضك فبالتالي المباراة تانية أنت محتاج عشان تخش في السباق مرة تانية في سباق الجدول بتاع المجموعة بتاعتك أنك تكسب هذه المباراة أو على الأقل تتعادل عايز أقول لكم إحنا كلمة التعادل بالنسبة لنا هي مخيفة ما بالكم بكلمة الخسارة فبالتالي ممكن الروح ما كانتش موجودة بالشكل المناسب خصوصا في الشوت التاني وده أدى إلى الهزيمة بجانب طبعا إضاعة الفرص بجانب كمان لازم برضو نبقى في جزء مهم وحقنين أنت عندك مجموعة مميزة جدا وبيعتمد عليها الفريق بشكل كبير كانوا في حالة إصابة أو في إصابات عندك إصابات لوليد أزارو أجييه طبعا أحمد فتحي كانت مفاجأة علي مع المجموعة كانوا بيعتمد عليهم كابت حسام البدري يعني أعتقد ده كان برضو مؤثر بشكل كبير على أداء الفريق بغض النظر طبعا اللعيبة اللي موجودة يعني لعيبة مميزة ولكن هي دي كرة القدم إن فيه لعيبة بتكسب فريق فيه لعيب واحد ممكن يكسب فريق فإمكان ما بالكم بقى بأربعة خمسة أيضا نسينا نقول اللعيب من أشرف كان في حالة إيقاف يعني ده برضو واحد من اللعيبة للفترة اللي فاتت مميزة ولكن هي برضو أتكلم على اللعيبة اللي أخدوا في مبارات أمس وممكن أخدوا في مبارات أخرى إن فيه فرص بتيجي اللعيبة عشان تثبت نفسها خصوصا لما تبقى في آخر الموسم يعني مهم جدا إن أنا كلعيب بأخد فرص لازم أستغلها بشكل كبير أستغلها إن أنا أوردي للجهاز الفني والجمهوري إن أنا أحق إن أنا أبقى موجود في الموسم القادم النادي الأهلي صراحة ما بيقفش على حد النادي الأهلي دايما بيختار الأفضل بيختار الأنسى بيختار اللي هو اللي بيقاتل عشان يبقى متواجد عشان يرفع اسم الفنينة الحمراء هذه النقطة ممكن لأنا أتكلم فيها على بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا كان مفروض يقدوا أداء أفضل من كده كان مفروض يبقوا في أفضل حال عن كده يشيلوا الفريق يشيلوا بعض اللاعبين داخل الفريق